بعد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المتابعين والمتابعات لقناتي أهلا وسهلا ومرحبا بكم فيديو نهر اليوم خاص بتسجيلات بكالوريا 2022 بالنسبة للنظاميين أو الأحرار أو المراسلة أولا بالنسبة للنظاميين حوالى بريدية تمنح لكم في الثانوية التي تدرسون بها تقومون بملئها مع تسديد مبلغ 150 ألف على مستوى البريد ثانيا بالنسبة للمترشحين الأحرار هنا بالنسبة للمتحصلين على شهادة البكالوريا من قبل في عوام سابقة يعني الطلبة المترشحين عفوا أو الناجحين في شهادة البكالوريا من قبل تقومون بتسديد مبلغ 500 ألف على مستوى البريد بالنسبة لمن لم يتحصل على شهادة البكالوريا من المترشحين الأحرار يسدد مبلغ 300 ألف فقط بالنسبة للفئة الخاصة بالمترشحين بالمراسلة حقوق التسجيل كذلك هي 300 ألف دينار جزائري فقط بالنسبة للملف المطلوب للطلبة أو المترشحين الأحرار عندنا استمارة التسجيل حقوق التسجيل كنا تحدثنا عليها بالنسبة لإستمارة التسجيل يعني عندما يفتح الموقع تسجل تقوم بتسجيل معلوماتك الشخصية من الإسم واللغب والشعبة التي ترغب بالترشحي فيها هناك نقطة حابة نوضحها ليحب ما يدير شو سبور يعني في الموقع في الاستمارة يكتب اللي ما رحش يدير يدير إعفاء من الرياضة وعندما يتحصل يعني يطبع الاستمارة يديها عند الطبيب والطبيب يقوم بالتوقيع عليها ويتحصل على شهادة طبية يعني تعفيه من امتحان التربية البدنية بالنسبة كذلك للملف المطلوب شهادة مدرسية وكذلك شهادة الإقامة وظرف بريدي هذا بالنسبة للطلبة أو المترشحين الأحرار كذلك صور شمسية أيضا بالنسبة للملف أين يوضع الملف الملف يعني بالنسبة للمترشحين طلبة الأحرار يوضع الملف في مديرية التربية التابعة لولايتكم كذلك بالنسبة لطلبة المراسلة تروحوا للمركز التابع لمراسلة التكوين عن بعد والطلبة النظاميين يعني في الثانوية الثانوية التي تدرسون بها هي التي تتكلف أبو عفوا نعم هي التي تتكلف تكفل بكل شيء بالنسبة لبدء التسجيلات يعني تسجيلات لم تبدأ بعد وفي الغالب تبدأ في شهر نوفمبر أو ديسمبر العام الماضي كانت في شهر جونفي نظرا لظروف الوباء إلا ما غير ذلك أتمنى أن أكون قد آفدتكم يعني لما تفتح تسجيلات إن شاء الله رح أنحط لكم الموقع موقع تسجيلات هنا في القناة وسوف أعلمكم بذلك إلى هنا أكون قد انتهيت من فيديو اليوم لا تنسوا دعمي بالضغط على زر الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ووضع إعجاب للفيديو شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا